ثانياً حق رسول الله عليه الصلاة والسلام علينا أن نحبه قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم تظهر في طاعته يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر تصديقه فيما أخبر يعني إحنا لجينا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم حديث ثابت عنه صحيح نصدد حتى لو لجينا بعقولنا ما بجي نتهم عقولنا ما بنتهم الرسول صلى الله عليه وسلم انتبهوا أيها المسلمون نتهم عقولنا وفهمنا ما بنتهم النبي تصديقه فيما أخبر أي كلام جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم نقول خلاص سمعنا وأطعنا صدقنا أو بكر الصديق لما جوه المشركون قالوا له إن صاحبك يزعم صاحبك محمد يعني قالوا له يزعم دي من إساءة أدبه قالوا لو يزعم أنه أسري به من مكة إلى بيت المقدس الخبر ده ما بيصدق بالعقل صح في زمن داك ما بيصدق زول كيف يمشي من مكة إلى بيت المقدس في فلسطين قالوا لو يزعم ذلك أو بكر الصديق شوفوا الإيمان كيف والتصديق شان كده لو حق يسمى بالصديق رضي الله عنه أرضاه قال إن قالها فقط صدق كده بس حتى لو عقلك ما قبله تصديق ونحن الليلة ابتلينا في هذه الأمة بناس منظرين يكذبون أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصدقون المشعوذين والكفر والملحدين النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا مما أخبرنا من الطب النبوي مثلا قال الزبابة لو وجعت في إناء أحدكم فيه شراب موية فيه اللبن فيه أي شراب سائل وجعت فيه الزبابة النبي صلى الله عليه وسلم قال أغمسها دخلها ليجوه وطلعه ليه؟ قال في أحد جناحيه اللوه الفيه دا شكية الضبانة لما تنزل بتنزل الجناح الفيه المرض جوه وبتطلع الجناح الفيه الدواء قال فإن في أحد جناحيه دا وفي الآخر دواء الليلة ظهروا عندنا منظرين الواحد يقول لك أنا أصدق الكافر أصدق الكافر ما بصدق النبي وانعياذ بالله لحد ما جواهم الكفار بالورا وأثبتوا لهم إنه في أحد الجناحين صحي مرض وفي الثاني الشفاء لما تدخلها ليجوه الدواء بعالج الشفاء المرض الجوه دا لما جوجها بالهم الكفار صدقوه ولما قال النبي ما صدقوه لكن إحنا عندنا في دين الإسلام المسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن قالها فقط صدق صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكد من ديننا تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بنعبد الله بالبدع ولا بالخرافات نعبد الله بشرع رسول الله عليه الصلاة والسلام وصية القحطان بالله قولوا كلما أنشدته رحم الإله صداك يا قحطان